السلام عليكم وحمد الله وبركاته أختي أخواتي أخواتي مرحبا لكم مرة أخرى فيديو جديد موضوع جديد مع فيصل المدن كيف من العداد بارتاجي هذا الموضوع لأنه موضوع جد هام باش يوصل جميع الناس اللي كتهم الشأن والأمر في هذا الموضوع الخاص إن شاء الله بحو الله لدينا جوجة النقط التي نتحاور فيها إن شاء الله بحو الله النقطة الأولى وهي المتعلقة بأصحاب الارتاج والنقطة الثانية متعلقة بأصحاب الانجرسون مينمو فيتان إن شاء الله بحو الله ما هو النقطة الأولى المتعلقة بأصحاب الارتاج كلكم عرفتوا كان واحد جديد جدا ما بين المنسترات المتجموعة يوراندادياز مع أرباب العمل أو نقابات ديال الشركات وكذلك مع نقابة التي تدفع عن العمال يعني بحال لوخيتيب بحال كميسيون أوبريراس هناك العديد من الجمعيات الحكومية والغير الحكومية التي تدفع دائماً وأبداً على العمال هذا من جهة كلكم عرفتوا أن النظام القديم مع الحكومة السابقة كانت تكون لديك أزمة اقتصادية أو أزمة وطنية من قبل أن يكون لديك أزمة الأرتي ونقابة أزمة سبعين في المائة من بعد سبعين في المائة من بعد سبعين في المائة ونقابة أزمة في المائة الحمد لله هذا الشيء غير مزيد الحمد لله كل حال أول شيء تم تمديد الأرتي لمدة أربعة أشهر المدة الرابعة يعني تل أواخر 31 شهر 1 شهر 10 شهر 11 شهر 12 شهر 12 شهر 11 شهر 12 شهر 11 شهر 4 شهر هذه المرة الرابعة يتم التمديد إلى غاية 31 شهر 2021 هذا التمديد وكذلك النسبة للخلص أتبقى كيف هي كان هناك إشاعات ورقيل ورقال من أولا قد تخلصه 70% قد تخلصه 5 شهر 2 شهر قد تخلصه سلحولي 50% قد تخلصه هنا في الباروغ لا هذا شيء لم يكن كذلك النقطة الثانية هي قد تخلصه 70% كما كنا في الأول هذه المرة لا يمكن أن تخلصه 30% طبعا ولكن الله لا يمكن أن يكون هذا ولا يمكن أن يكون في هذا الوقت الحالي هذا مجهة يعني تمديد مدة 4 أشهر إلى غاية 31 شهر 1 2020 أحب الوائدين أصحاب الأردين لتعرفوا ما هو لديكم وما هو عليكم وأنتظر كما قد تخلصه 70% وهذا النقاش كان لديهم عديد من الانتقادات وصفتوا لي في الوصاب وكتبوا لي فوالا شوفا 50% لا ربما عندما تدخل 50% ولكن أديس الحواد ستخلص 70% هناك العديد من القطاعات التي تتخلص عليها ميليسا يترباخه بموافقة الأربع بالعمال وكذلك النقابة التي تتفعني العمال هناك العديد من السكتور وهي ضعس وكذلك كانت العصاف في هذه المنزل وكذلك لن يضيعون لأن الخدمة ستتمكن التمديد وكذلك كانوا في السياحة متعلقة بالسياحة كانوا نسخ ومن بعد تقصص وكذلك كانوا في الناس كذلك وكذلك لن يضيعون بحول الله الحمد لله الحمد لله لن تعرفوا ما كان وكذلك هناك العديد من العديد من وكذلك 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 النقطة الثانية وكذلك هناك في الاردي لغاية 31 شرط 2021 النسبة الخلاصة 70% من السلاريو هذا من جهة هناك اتفاق بين النقابات والنقابات وكذلك الشركات يضربوا على عرامهم ولكن الحمد لله من بعد التقس التمديد نشاهدهم النقطة الثانية وهي الانجرسوم مينمو في الطال وهي حيالة العالم وكثر فيها القيل القال وكثر فيها إشعاعات وكثر ضغوط وكثر 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 900 ألف عائلة التي طلب هذه المساعدة وكثر وكثر عديد من العائلات على بعض الشرط التي كان هناك غلط بعض الناس وكثر لا أستطيع أن تكون فيديوهات سابقة وكثر منعوا التكرار هناك خبر هناك العديد من الناس الذين وصلوا معي حقاً رغم أن تخلصوا وتخلصوا على أثر رجعية يعني تخلصوا ساعة وسبعة وثمانية وتساعة وثمانية وتخلصوا الناس يعني هذا الشهر تخلصوا أثر وتصلوا معي وقالوا لي هل تخلصوا الناس هل يدخلوا هذه يعني الناس وكذلك هناك وكذلك سوف تصلوا برقيات وكذلك ما سوف يتخلصوا ما سوف يتخلصوا ما سوف يتخلصوا يعني انتهى الخبر نريد أن نتقصبه معكم لاحقاً الخبر مفرح لكي يكون بخير وعلى خير كذلك أخوتي 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 كانت تعديل في الشورط يعني هذا الأمر لم يكن لدينا لديه لا يوجد شيء جديد لكي نتقصبه معكم هذا جديد أنني أعرف الحمد لله هتصل لأن الناس الذين كانوا وصلوا معهم وعرفوا بلا ودازلهم الخلاص ودازلهم عن أثر رجعي تخلصوا ودازلهم وإنهم ودازلهم يتصبح ودازلهم 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 في الخلاص ودازلهم وربما يوجد كما تقولون هناك مدوضة لإدارة الإنستيسيات والناثنية والسجولة السوكية والدماء الاجتماعي هناك نقص لعدد المغطفين كما انه يكتر عليهم الملفاز ونحن نجد من الملفاز الناس تتواصل معك يقولون ما زالت استوديو لا تقرأوا هذا استوديو الآن تصور معي ونحن نتقل ونحن نتقل يتقل رأسهم بإنستوديو يعني في أحالة مراجعة أو دراسة الملف هذا لا تقرأ لكم نفسيا يعني عندما نرى مستقبل ما هذا يكون هناك ناس يريدون بسرعة ولكن هذا يقع واحدة من العائلات من العائلات من العائلات وكذلك سنة 2021 ستعود ملف أو الطلب من جديد من جديد من جديد من جديد ولكن الموضوع أهمية الخبر هو أن الناس الذين وصلوا معي الحمد لله من الفلسفة المنحة التي قال لهم أن تخلصوا كاملين لذلك لذلك دراسة النومينة من 10-15 لذلك لذلك النومينة الخلاص المساعدة وهذا هو الخبر و ماذا نحن 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 في بداية الشهر وزير الضمان الاجتماعي أعطينا واحدة تحليل واحدة 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 اخرج اخرج بشكل صريح او تبرير لأي اعمال الوزارة الضمان الاجتماعي هنا نقص في اليد العاملاء هذا ما تقول فقال يقع واحدة على قبل بعض العديد من العائلات 50% من العائلات في هذا ليسا إخوتي نهاية الفيديو اشتركوا للناس الذين يهموا من الأمر اشتركوا معي في القناة فعلوا الجرس لكي يفصلكم كل جديد اعطينا لايك الى اعجبكم المحتوى الموضوع وذلك فضلا وليس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى حلقة ثانية ان شاء الله احبكم في الله